رغم العلاقات التي شابه البرود بين أمريكا والسعودية مؤخراً إلا أن واشنطن أطلقت مقاتلة متمركزة في الخليج العربي باتجاه إيران كجزء من حالة التأهب الشاملة بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إطلاق الطائرات جاء عقب صدور تقارير استخباراتية تحذر من هجمات صاروخية باليستية إيرانية وشيكة وأخرى بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في السعودية كشفت عنها صحيفة وولستريت جورنال منتصف الأسبوع الماضي الصحيفة قالت حينها إن هدف طهران من الهجوم المحتمل تخفيف ضغوط الاحتجاجات المستمرة منذ منتصف أيلول الماضي وتصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج تحليل ربما يتفق معه كثيرون خصوصا وأن إيران نفسها كانت تحاول قبل اتساع نطاق التظاهرات في معظم مدنها أن تعيد العلاقات مع الرياض بحسب تصريحات وزير خارجية طهران حسين عبد الهيان حين أكد قبل نحو أربعين يوما أن المباحثات التي جرت بين البلدين في بغداد برعاية حكومة الكاظم السابقة والتي تضمنت خمس جولات ستستمر إلى حين الوصول إلى إعادة العلاقات لوضعها الطبيعي مع الجارة السعودية وبالعودة إلى المعلومات والتقارير الاستخباراتية فقد نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني صحة تلك التقارير معتبرا إياها مسيسة بهدف إفشال التعاملات الإيجابية القائمة مع دول المنطقة على حد تعبيره نفي إيران يطرح تساؤلات عن مدى مصداقيته وعن مدى تأثير تصريحات كهذه في دول الخليج العربي وموقفها المعروف من مشروع إيران التوسعية فإيران نفسها تعيث فسادا في أربع دول عربية وأصبحت تشكل مع وكلائها ما يشبه الطوق الناري حول الخليج العربي طوق يطرح التساؤلات أيضا عن مدى الرد المتوقع من الجهة المقابلة والمتمثلة بالسعودية ومجلس التعاون الخليجي وحليفهم الأمريكي ومدى جدية هذا الحليف بمواجهة نفوذ إيران المتنامي في المنطقة ترجمة نانسي قنقر